لا يوجد في عالم الكولا سوى اسمين كبيرين هما كوكاكولا وبيبسي وهما يسيطران معا على واحدة من اكثر الصناعات ربحية في العالم لقد تنافسوا لاجيال عديدة على السيادة العالمية فيما اصبح يعرف بحرب الكولا وفي النهاية فازت شركة كوكاكولا شركة بيبسي تمتلك امبراطورية عالمية هائلة حيث تمتلك 22 علامة تجارية تدر كل منها اكثر من مليار دولار سنويا في عام 2018 حققت شركة بيبسي ارادات بلغت 64 مليار دولار لم يكن هذا النجاح وليد ضربة حظ هذه قصة شركة بيبسي وكيف اصبحت في النهاية سادس اكبر جيش في العالم بدأ كل شيء في عام 1886 مع رجل يدعى جون بيمبرتون من خلال عمله في صيدلية قام ببيع جميع انواع التركيبات والوصفات التي يصنعها وادع انها تعالج الامراض بعد سنوات من تجربة ناديذ الكوكايين والكفين طور مشروبا غازيا اطلق عليه اسم كوكاكولا بعد سبع سنوات اخترع الصيدلي كالب بردهام مشروبا منعشا مصنوعا في المنزل وانتشر خبر هذا المشروب بسرعة عبر المدينة واصبح يعرف باسم مشروب برد لم يكن طعمه رائعا فحسب بل ادعى بردهام ان المشروب يساعد على الهضم كان عدد الاشخاص الذين اردوا مشروب برد اكثر من الادوية الفعلية التي باعها في عام 1898 اعاد تسميتها بيبسي كولا وقد حقق نجاحا كبيرا في عام 1907 وباع اكثر من 100 الف عبوة واصبح برهام احد اغنى الرجال في امريكا ومع اندلاع الحرب العالمية ارتفعت اسعار السكر احد اهم مكونات المشروب الرئيسية لتسقط شركة بيبسي وخرجت تماما من العمل مما اجبر بردهام على العودة الى الصيدلية لكن اسم العلامة التجارية لم يسا في عام 1932 تم احياء بيبسي من قبل رجل يدعى تشارل زجوث كان غوث مديرا تنفيذيا ثاريا للغاية وكان رئيسا لشركة لوفت اكبر شركة حلوة في امريكا وكانت تمتلك سلسلة ضخمة من المتاجر التي باعوا منها الكولا وقدم عروضا هائلة لاحياء بيبسي وقدم الزجاجة اكبر مرتين في الحجم من تلك المستخدمة سابقا وصنع اول اعلان اذاعي دعائي لشركة بيبسي يوضح فيه الحجم الجديد لعبوة بيبسي وتمكنت شركة بيبسي من خلال رعايتها لنجوم هوليودا في صنع اعلانات زادت من شهرة وناجاح الشركة وما زالت شركة بيبسي تبدع حتى اليوم في الابتكار والذي جعلها في مقدمة الشركات العالمية ترجمة نانسي قنقر